بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم عزائي أصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر حياكم الله في لقاء متجدد مستمر على مائدة اللغة العربية في مادة لغتي في درس من دروسها من هذا الفصل الدراسي الثاني معكم المعلم علي بن محمد الأحمري أشرف أن أكون بصحبتكم في تدريس هذه المادة لازلنا يا حبتي مع حرفنا وضيفنا الحرف لا وصلنا إلى الدرس السادس من دروس هذا الحرف في الدروس الماضية يا حبتي كانت مركزة على الجانب الكرائي في أول خمسة أو أول أربعة دروس ثم في الدرس الماضي الخامس انتقلنا إلى مهارة الكتابة فكتبنا ورسمنا الحرف لا بشكله المختلفين شكله الذي يأتي في آخر الكلمة وشكله الذي يأتي في أول وأثناء الكلمة وكما قلنا أن الحرف لا حرف عالي يهبط من ارتفاع عالي إلى أن يصل إلى السطر فإذا كان في آخر الكلمة ينزل ثم يصعد وإذا كان في أول وأثناء الكلمة فإنه إذا وصل إلى السطر يستمر بخط مستقيم على باتجاه اليسار لكي يتصل بالحرف الذي يأتي بعدها فكما تعلمون يا حبتي أن اللغة العربية حروفها في الكلمات متبطة ببعضها البعض بخط واحد وتكتب على سطر واحد لكي تنتظم الكتابة وتظهر بشكل جميل انظروا معي يا حبتي بارك الله فيكم إلى شريحة الدرس لكي تميزوا ما أعنيه ففي كلمة لغتي مثلا لاحظوا كلمة لغتي لاحظوا أن حرف لا أتى في أول الكلمة ثم اتصل لاحظوا حرف لا في أول الكلمة ثم اتصل بهذا الحرف حرف الغ الذي سنأخذه بإذن الله في الوحدة الرابعة ثم بعد ذلك حرف الغ بدوره اتصل بحرف التا بخط واحد ثم حرف التا أيضا اتصل بحرف اليا في آخر الكلمة حروف متصلة إلى أن هناك بعض الحروف كما أخذنا لا تتصل بالحروف التي تأتي بعدها ومنها حرف الألف الذي يظهر أمامكم وكذلك حرف الر وأيضا حروف أخرى أخذناها في السابق ما يهمنا الآن هو أننا وصلنا إلى الدرس السادس من دروس هذا الحرف الحرف لا في هذا الدرس بمشيعة الله سوف نستمر في الجانب الكتابي بإذن الله ولكن نحترق قبل ذلك أن نمر سريعا على الجمل التي سبق أن درسناها في هذا الدرس فإنها سوف تساعدنا في إنجاز وتنفيذ عنشطة وتحديات هذا الدرس حسنا يا حبتي انظروا إلى هاتين الجملتين تعرفونهما جيدا أريد منكم قراءة قراءتهما ثم نعود يا حبتي بعد نصف دقيقة إذن اقرأوا هاتين الجملتين وسنعود بعد نصف دقيقة للانتقال إلى النشاط التالي حبتي بارك الله فيكم انتهت الثلاثين ثانية نصف دقيقة الآن يا حبتي سأقرأ هاتين الجملتين جلست الأسرة حول المائدة هو يغسل يدي النشاط التالي كذلك نصف دقيقة أخرى لقراءة هذه الكلمات الست ثم نعود لقراءتها سويا هيا بنا حبتي بارك الله فيكم هيا بنا نقرأ هذه الكلمات استمعوا لي هطل الوالد يغسل ليلة ليالي حول والآن يا حبتي ننتقل إلى النشاط المطلوب تنفيذه في صفحة مائتين وأربعة هيا يا حبتي هيا يا حبتي افتحوا على هذا النشاط واجهزوا أقلامكم لتنفيذ هذا النشاط سويا إذن كما تلاحظون يا حبتي لدينا في هذا النشاط تأملوا الأشكال الموجودة أمامكم أريد منكم أن تقرأوا وتنفذوا هذا النشاط سأعطيكم يا حبتي دقيقة لقراءة وتنفيذ المطلوب من هذا النشاط ثم نعود لقراءة هذه الكلمات سويا ومعرفة الإجابات الصحيحة لهذا النشاط إذن دقيقة واحدة لتنفيذ هذا النشاط ثم نعود ترجمة نانسي قنقر أحبتي بارك الله فيكم انتهى الوقت المخصص والآن ضعوا أقلامكم وركزوا معي لمعرفة الإجابة الصحيحة الآن يا حبتي انتهى وقت الإجابة الآن وقت التقييم وقت تقييم إجاباتكم بعد أن تروا الإجابة الصحيحة لهذا النشاط قبل ذلك كله لابد أن نعرف المطلوب من خلال قراءة السؤال والمطلوب أرسم دائرة حول الحرف لا ثم أكتبه مع حركته إذن المطلوب رسم دائرة حول الحرف ثم كتابته في الأسفل مع حركته الكلمة الأولى الحرف لا أين أتى أحسنتم هذا هو نرسم دائرة حول الحرف لا ثم نكتبه مع حركته لاحظوا يا حبتي الحرف لا هنا أتى في آخر الكلمة أي أننا ينبغي أن ننزل أسفل السطر ثم نصعد فنكتبه بهذا الشكل ننزل ونصعد والحركة تنوين الضم بأول مرة تمر علينا هذه الحركة ألا وهي تنوين الضم حسنا الكلمة الثانية حرف لا أين أتى حسنتم هذا هو حرف لا أتى في أول الكلمة نرسمه في الأسفل بهذا الشكل على السطر لا ننزل تماما وحركته هي الفتحة الكلمة الثالثة حرف لا أتى في أثناء الكلمة اتصل بالذي قبله ثم ارتفع واتصل بالذي بعده وحركته هنا هي السكون أما الكلمة الرابعة حرف لا أتى أين في آخر الكلمة نرسم الدائرة على الحرف ثم نكتبه بهذا الشكل لاحظوا في آخر الكلمة إذن ننزل ثم نصعد وحركته تنوين الضم إذن صحوا إجاباتكم صحوا لأنفسكم هيا بنا سريعا الآن يا حبة ننتقل إلى جانب آخر ألا وهو قراءة هذه الكلمات هذه الكلمات منها ما مر علينا ومنها من لم يمر علينا حتى الآن ولكن هذه الكلمات الأربع كذلك من الكلمات التي يكثر استخدامها في القراءة وفي الكتابة وفي كل مكان في الكتب وفي أيضا حياتنا اليومية الكلمة الأولى من يقرعوها؟ انظروا إلى الكلمة الأولى نعم أحسنتم جمل 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 الكلمة الثانية ليمون نعرف هذه الكلمة جيدة مرة علينا في أول الدرس ليمون الكلمة الثالثة حسنتم ملح ملح أما الكلمة الرابعة جبال 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 لاحظوا يا حبتي أهمية النطق حرف المد لأنه عند عدم النطق فإن المعنى يتغير لاحظوا عندما نقول جبل أو جبل جبل واحد ولكن عندما نقول عندما ننطق حرف المد فإن المعنى يتغير ونقصد بذلك الجمع جبل جبال جبال كثيرة بارك الله فيكم ننتقل إلى الصفحة 205 لدينا يا حبتي هذا النشاط نشاط هام جدا تأملوا بارك الله فيكم ياسر ونورة وتأملوا كذلك بقية الصور التي يظهر فيها كذلك الأم والأب وياسر مرة أخرى حسنا نقرأ المطلوب في الأعلى ثم ننفذ المطلوب هو أحاكي باستخدام الضميرين هو وهي هو وهي أحاكي أي أقلد أعمل مثل ما يعمل انظروا إلى الصورة الأولى صورة ياسر وهو يغسل يديه إذن هنا نقول هو أم هي أحسنتم هو هو يغسل يديه انظروا إلى نورة ماذا تفعل حسنا استخدموا نقول هو أو هي أحسنتم هي ماذا تفعل بارك الله فيكم تغسل يديها إذن المطلوب يا أحبتي هو اختيار هو أو هي بحسب الصورة المعطاة ثم بعد أن تقول هو أو هي تذكر الفعل الذي يفعله هذا الشخص هل أنت مستعد هل أنت مستعدة هيا بنا ننفذ هذا النشاط سويا الصورة الأولى هنا ماذا نقول الصورة الثانية هنا ماذا نقول الصورة الثالثة هنا ماذا نقول سأعطيكم دقيقة واحدة للإجابة على هذا السؤال إجابة النظرية تحدثوا استخدموا هو أو هي واذكروا الفعل المعطى ثم نعود لمعرفة الإجابة الصحية فهيا بنا اشتركوا في القناة هي نعرف الإجابة الصحيحة الصورة الأولى ماذا نقول هو أو هي أحسنتم هي ماذا تفعل أحسنتم تشربوا الماء نقول هي تشربوا الماء الصورة الثانية هو أو هي أحسنتم هو لماذا مذكر مذكر هو والمؤنث هي هو ماذا يفعل أحسنتم يقرأوا صحيفة أو يجلسوا بالخارج كلها صحيحة عام شئ نشير الإشارة الصحيحة ونستخدم الضمير الصحيح الصورة الثالثة أحسنتم نقول هو ماذا يفعل يلعبوا بالكرة هو يلعبوا بالكرة شكرا لكم يا حبتي بارك الله فيكم تبقى درس واحد من دروس واجزاء هذا الحرف حرف الله سوف نأخذه في الدرس القادم ألتقيكم في ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله